الشخصية والعلاقات الودية التي يعني تربطني بهؤلاء فهؤلاء كانوا سيرين وفق الشرعية وفق الشرعية والمشروعية الشعب الجزائري انتخبهم الشعب الجزائري اعطى لهم يعني فرصة علينا وعلى العلمانيين وعلى الديمقراطيين على وجه التحديد ان يعطوا الفرصة اذا فشلوا نعود الى السندوق ان شاء الله مرة اخرى اذا السندوق قال لهم يروحوا فعليهم ان يروحوا ولكن سعليبي هناك نوم من التناقض حتى في بعض الافكار التي طرحتها الحزاب السياسية المنتمية الى الفكر الاسلاماوي مرة اخرى اخوان الا تعتقدون او لا تظنون ان اعتماد حزب يتبنى الدين والشريعة كبرنامج عمل يتنافى مع الدستور خاصة ان الشعب الجزائري شعب المسلم الا تعتقدون ان الدين ما هي الى حساسية يجب الاحترام وهو دين كل الشعب الجزائري لا يا صديقي العزيز الدين ليس كذلك الدين عقيدة وشريعة ولكن هل يجب المسج بين الدين والسياسة نعم 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 الدين هو الدين حينما حينما يأتي للامام المسجد ويوجه الناس ويخطب عليهم ويضرب لهم مثلا او الامثلة فذلك يرشدهم الى العمل السياسي والقويم وليس لاخذ الحكم ولما لا ولما لا انت تقول يتنافى مع الدستور الم تقول المادة الثانية من الدستور الجزائري دين الدولة الاسلام هل هذا الدين الدولة الاسلام ما لنحطه صوري فقط لا لا في حد ذات الدستور يتنافى مع الممارسة الديمقراطية كيف يتنافى مع الممارسة الديمقراطية ومن ديروش أحزاب إسلاموية أحزاب علمانية وحتى أحزاب حينما تطبق الشريعة الإسلامية ليست بالضرورة أنك تقطع اليد والرجل وتقول لا ليست بالضرورة أبدا لم أقول ذلك أولا الشريعة الإسلامية في تطبيقها لازم أن تعقب بمراحل وبتدرج وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في وقت من الأوقات رفع الحد على الناس لأنهم دخلوا في مجاعة ولذلك الدستور الجزائري والحزب الذي ينتمي إلى أعراق وأصالة هذا الشعب الجزائري عليه أن يطبق الإسلام بحذافه ولكن سعر بيستسمح لي أن أقول هذه الكلمة ولكن هناك حزاب سياسية رجال سياسة مسلمين يقولون يجب ترك شأن الديني عندما نمر السياسة هذه كلمة المسيحية دعا لله ما لله ولقيصر لا ليست مشرحية لا لا ولقيصر ما لقيصر لا أبدا لحن مسلمين يا أخي طبيعة الحال لحن مسلمين وسنظل ذلك ندعوا بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخر لحظة من حياتنا هؤلاء لو طبقوا الشريعة لو حتى يعني أحترموا المسلمين ما يستفزوهمش بالإرهاب اللفظي القول اللفظي بالأقوال اللفظية لأن هناك أقوال وهناك مصرحيات تسيء إلى الإسلام نفسه أنت لو أنت علماني ولا اشتراكي ولا شيوعي وجئت أو احترمت أصالة هذا الشعب ومشيت على ثوابته ما كنا نحن لننشئ حزب بل نحن سنكون مناضلين معكم وسنبقى ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة لنعود إلى السؤال الذي طرحته عندما تكلمنا عن الشأن الداخلي لحزب المنحل السيد مراني أحد قياد الفيس المنحل قال في حوار للنهار أن احتكار السلطة من طرف وسلطة الخرار من طرف السيد عباسي مدني كان وراء الأزمة التي عرفها الحزب لا أعتقد أن هذه الخبر هذا تنقصه الدقة وينقصه الصدق هو عاش تلك الفترة هو كان أحد قياد الفيس أنا عارفه ولكن أولا سمراني ودي هذه الكلمة من عندي أنه جاء صدفة يعني جاء صدفة يعني التاريخ سجله صدفة للأسف الشديد أولا مراني ليس أهلا لقيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ولا يمكن أن يكون كذلك ماذا تقولون هذا الكلام أنت تعرف مراحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ وخروجه عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ وانضمامه إلى السلطة المغتصبة لحق الشعب بأنذاك ويأتي يتكلم على عباسي مدني وهذا أعتبره قلة الاستحياء أو حتى يعني تعدي على رمز من الرموز الوطنية خلينا من الرموز الحزمية ولكن السيئ سيئ 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 ربي لأن الشيخ عباسي مدني هو من جاهد وكال أولى الثائرين معليش ولكن استسمحت السيئ الربي ولكن سيئ مراني يعتبر أحد قيادي الجبهة الإسلامية المنحلة كان رقم ثلاثة كان على رأس اللجنة الوطنية للإجتماعية يعني كان عنده دور كبير في لا هذا ليس صحيح هو يقول هكذا لا ليس صحيح هو يقول على روحه ولكن أنا أقول لكم روحوا إلى بعض القيادات للجبهة الإسلامية هم يعطوا لكم الحقيقة على الرجل الرجل يعني كان ماشي معهم ولما مشى في منتصف الطريق وهنا كان له تمحيص وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ولكن هذا يعتبر تمحيص وصل إلى منتصف الطريق فسقط سقوط حر لم يواصل مع إخوانه ولم يصبر معهم في إكمال المشوار إذا ما قاله غير صحيح؟ غير صحيح لم يكن عباسي مدني وراء الأزمة للحزم؟ عباسي مدني في معرفتي به أنه رافض قطعي أن يكون رئيس للدولة ولكن هذه تهمة لأن سيمراني له خصومة سياسية طبعا بعدما انضم إلى النظام ومشاه في الحكومات السابقة كوزير للشؤون الدينية وعضو مجلس الأمة ولكن هو أدرس الأمور وهذه تعتبر رشوة حقيقية يبقى كلامكم سيئة طبعا هذا كلام يعتبر رشوة أخذها من أجل الأنقذاذ على إخوانه الذين رفعوه ولكن هذا ولكن سيمراني يبقى عنصر فعال كان أحد القيادي في المكتب التنفيذي لجمع إسلاميين ينقاذ أنا لا أعرفه نافذا بل أعرفه رجل بسيط وكان قليل الكلام وحتى خرج بخرجته فصدمنا يعني أنا ذاك فصدمنا يعني فعلا صدمنا نعم وبعد ذلك ما شاء يتكلم باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأنا لست يعني محامي عليها الآن ولا نطقا باسمها ولكن أنا أنظر لك أن ندير لك قراءات مثل ما كنت تدير في قراءات مراني ما شاء مع إخوانه حقيقة كان معهم في المجلس الشوري الوطني ولكن لم يكلف في حدود علمي لم يكلف لا بلجنة ولا بلجان ولا بشيء بل هو عضو في المجلس الشوري الوطني لا لا هو مثلا هو كان وراء فكرة الأسواق الإسلامية لا هذا شيء آخر هذا عمل خيري هذا عمل خيري قد يكون جت منه المبادرة يحمد عليها أما مشى مع إخوانه ثم ينقلب عليهم بسبب رشوة وزير جمهور الدينية هذا يبقى للتاريخ وإلا رشوة عضو مجلس الأمة هذا يبقى حكما للتاريخ أنا أعتبرها رشوة يبقى كلام سيحة عريبي نعم بطبيعة الحال نعم أهلا وسهلا شكرا ولكن سيحري بتقولون إذن عباسي مدني لم يكن له دور في أزمة الحزب هذا يعني فرضية يعني مفروغ منها يا أستاذ الشيخ عباسي مدني جاء وأسس مع إخوانه جبهة الإنقاذ في إطار في إطار عالني تحت ظل القانون والدستور فانقلب عليه النظام عباسي مدني لم يكن لا داعي لا للقتال ولا للإنقلاب ولا لأي شيء آخر هذا ما أعرفه فيه شخصيا وتعرفونه شخصيا أعرفه شخصيا وبناتنا صداقة حميمية وأخوة صادقة سعريبي السؤالي بمأنني تكلمنا عن عباسي مدني وإرادته السلمية في حل الأزمة هل كان ممكن للحزب المنحالة جبهة الإسلامية إن قال أن تتفادى اللجوء إلى استعمال السلاح هي وش أقول لك هو فعلا كانت تتفادى لو رجالها صبروا ولكن طبيعة النظام أنذاك هو من دفع هؤلاء بالشباب إلى الصعود إلى الجبال أما تعلم الملاحقات الأمنية التي طالت المناظرين تعلجبها الإسلامية بكاملهم والمداهمات الليلية في أي وقت واعتقال النساء واعتقال الأطفال واعتقال الشيوخ واعتقال المرضى إذن أين دور إذن هذه الاستفزازات التي قامت بها السلطة الحاكمة أنذاك الشباب انفلت انفلت عن الجبهة على قيادة الجبهة الإسلامية وأخذ يدبر طريقه بنفسه فمنهم من صعد إلى الجبل ومنهم من هاجر إلى الخارج ومنهم من أدخل إلى السجن ومنهم من بقي في بيته وماذا قام به السيد العريبي في تلك الفترة نحن يعني أنا كنت من ضمن المعتقلين في الصحراء وتقلت في عشرة 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 1992 في سجن سعيد عتبا بورغلا وبقيت أنا ذاك لمدة أربعة أشهر ثم خرجنا بعد ذلك وأفرجوا عنا وبقينا تحت الإقامة الجبرية لمدة سنة ولكن نحن صبرنا والحمد لله ولم نحمل السلاح لأننا ندرك أن العمل المسلح هذا ليس جبنا مننا هذا ليس جبنا نحن لم نحن نحمل السلاح